بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله الحمد لله يشباب نبدو محاضرة الثاني الآن خدنا نحن المثال الأول والثاني وقفنا عن المثال الشغل مثال رقم ثلاثة ما راح نحل المثال بناخد فكرة بس عن جزئية اللي هو هنا يعطيني قلي اشتق مستقن من نظرية التوافق الوحدات والأبعاد معادلة الطاقة الحركية لجسم كتلته M وترعته F قال لك الحال على وجه العموم كنت تعبير عن أي مقدار فيزيائي هنا الفكرة بالرمز A وفق النظرية بالشكل التالي إيش فكرة النظرية قلي A اللي هو رمز A بساوي B بساوي أي شي بساوي عندي C هنا ثابت والL والM والT تمثلي أبعاد والأسس عندي ألفا بيتا قاما تمثلي الأسس اللي فوق يتكون صفر واحد أي شي وهي رموز يعني إذا مو ألفا بيتا وقاما X Y Z ما تفكر فقال لحيث الأسس ألفا بيتا وقاما من ممكن تكون أعداد سالبة أو موجبة أو صفر كما يمكن أن تكون أعداد كسرية والC هو ثابت تناسب وفي هذا التطبيق ونمعلوم من واحد القياس الطاقة أداك الجون بس نحن ناخد فكرة عن القانون هذا أول شي قال لي أنت عندك في القانون هذه العباكية اللي هو يمثل أي شي بأي رمز يعني هنا الثابت C بعدها نقل L M T هذا اللي يتمثلي عندي الأبعاد لو مو شمو المعنات أطول وإن كتلة أو تلا أي بعد سورة مزعلي بالرمز هذا وقال لي L اللي فوقها بيتا أو ألفا والM فوقها بيتا والT قاما إذا لأخبرت معاكم بيتا ألفا قامتها عادي XYZ يعني يكون هنا X بدالها وهنا Y وهنا Z هذا قبل نستعمله مثلا هو قل لك قبل شوية الجولة الطاقة تمام فنجد نطبق على المثال الدانية فالجولة أخدناه نحن اللي هو إيش اللي هو الرمز هذا وعرفنا وعرفنا أنه بيمثل M مو الوحدات كانت كيلوجرام M تربيع على سكن تربيع يكتب لكم الوحدات الجول كان وحداته كيلوجرام في M تربيع على ثاني تربيع طبعا أرفع ثاني تربيع عشان توفق لفوق الصيغة اللي فوق عندي بنصير سكن تربيع تمام فجاء قال لي حولها إلى الجول هذه اللي هو الكميات هذه حولها إلى أبعاد أساسية فجاء قال لي كيلوجرام اللي هو M كتلة والM عند طول L وعندي الزمن T طبعا أنا أقدر أدخلهم فوقوس وخليه تربيع وهنا أخلي سالبوها عشان يرجع للسالب سالب صار 2 وآنا هنا أو خطة ذي شيئا عشان ترطب هنا حيكون L تربيع تنزل وهنا حيكون T ثالب 2 نجح نطبق على القانون اللي فوق طبعا هو فيه ثابت الثابت مو ضروري نكتب آخر شيء بس نكسس كتعويض بلوسف هذا اللي M ماذا أكمل من مثالها بس أبصو هذه توصل الـ M هنا تمثل لـ L لو نرجع نكتب القانون نفسه لأساس اللي فوق شان يتبع هنا A أي شيء يقول نبي يساوي هنا في ثابت هنا الـ M اللي فوق تمثل لـ L فاكتب هنا L و الساعة ألفة وهنا الـ M و السابتة وهنا الـ T اللي ويفوق الـ T كمان و الساعة أغاما طيب أنا بالمقارنة بعرف قيمة ألفة و قيمة بيتا و قيمة قاما بتصير عندي ألفة قيمتها واحد إنه وس واحد فالألفة بتصير بتساوي واحد والبيتا بتساوي اثنين والقاما بتساوي سالب اثنين كيف جبتها؟ جبتها من الأسس هذه الأسس يعني هذا بيساوي هذا وهذا بيساوي هذا وهذا بيساوي هذا شباب وضحت عندكم الصورة أنا هذا اللي بوصل له في المثال ما باكملوا بس أبغاكم تعرفون اللي هو النظام الصغر الأساسية و كيف بيعوغ فيها إذا في أحد مواضع عنده أي جزئية يرسل فشات ما عندي مشكلة يعيدة له هل مواضع؟ هل بقدمت مواضع؟ هل بقدمت مواضع؟ طيب شواب اكتبوا عندكم بيهتين كده شباب المقروف المكتبو ترى ما هو مفصل التفصيل هذا في الكتاب وفيه بعض الأمثلة مختصر خطوات جدا كبيرة يعني ثلاثة ربع خطوات شغيلة فانا اكتب تفصيل الزفاء يلا تكتبوها بس طيب خش عن الثالة بعده استاذ معليش عندي سؤال بس جالسة حاولة أسجل المحاضرة والصوت ما يطلح هو من عندكم ولا من عندي لعدادات مثلا أعتذر على المغاطعة قصدك أنك بتسجلها لا هذه رابع تسجيل لسجله بس بدون صوت وحبيت أني أعرف بس من عندكم أو من عندي الصوت ليش ما يطلح لا والله هو اللي سجل الساد وليد هو بعدها ان شاء الله ترفع على اليوتيوب وما يقدر سجل له هو بس أنا ويدي لأذن ايه اوكي طيب وضحت ليلة الله يطلحك العافية اعتذر مرة ثانية طيب نروح للمثال اللي بعده طيب هذه عندي اللي هو مايك ونانو وبيك وفندو وهذه نشوف الكنية الجالة محاضرة للجالة عندي في شيء أهم أبغى أوصله اللي هو المثال رقم أربعة هذا سيكون نقر المثال المثال هذا الأبعاد وأبعادها لتأكد من صحة المعادلة على أرتيا أداك المعادلة قال لك وذلك باستخدام طريقة تحليل أبعاد كمية الفيزيائية على طرفين المعادلة طرفين قال لك عندك يولو تمثك كمية الحرارة و كي عامل توصيل الحراري و اي مساحة سطح التوصيل و تي و انو تولو درجة الحرارة و تي زمن و دي مسافة طيب أنا لما يقول لي تحقق بالصحة القانون إيش الخطوات اللي بطبقها خطوتين بسيطة أنا أي قانون عندي يمين و يسار طرف اليمين و الطرف اليسار عشان تكون عندي المعادلة صحيحة لازم الطرف اليمين بساوي الطرف اليسار أبعاد الطرف اليمين بتساوي أبعاد الطرف اليسار تساويه بكل شيء بالسالب بالموجب بالأس كل حاجة اختلف عندي لو أس بس زاد أو نقص أو سالب القانون عندي خطأ ففكرة المثال الطرف اليمين بتطلي على الأبعاد تأخذ الطرف اليسار بتطلي على الأبعاد زيبها خمقها بشوية لما جبنا أبعاد القوة و أبعاد السرعة نفس الفكرة بتجيبها جبتها خلاص تساويه و هل تشوف هل تساوت ولا لا يبان عندي ذحين بالمثال تركز معاي شواء مثال جدا مهم أول شيء أداك القانون هو قل لك قانون عندك Q بساوي كمية الحرارة بتساوي كا معامل التوصيل في مساحة المقطع في تي 2 ناقص تي 1 تحدي الوزيرتتي على D اللي هو المسافة في الزمن T small طيب أول خطوة باخر الطرف الأول اللي هو الـ Q بساوي طبعاً هذه عندي اللي هو الـ Q عندي طاقة اللي هو الجول اللي أخذناه موجود أخذناه قبل حلينة زيه اللي وجبنا طاقة اللي ما جبنا طاقة الشغل استخرجنا منه اللي هو الطاقة هي نفسها نفس الوحدة فحيكون M أبعاد IN capital في L تربيع في L T ماينس 2 هذا الطرف الأول جبناه لو M تربيع T ماينس 2 هذي على الـ Q عارفين كيف جات ولا أرجع عيدة المثال اللي قبل اللي موافع عنده عادي يديني خبر عيدة له اللي هو كيف جبنا الـ Q اللي هو كيف جبناها اللي هو قلنا حقة الشغل حلقنا مثال قبل المحاضر الأولى أخر شيء طيب طيب هذي الـ Q اللي هو الطرف الأول نخش في الطرف الثاني الطرف الثاني عندي كذا معامل عشان نفصل بينهم نقول كذا مثلا هذا الطرف الأول نخش على الطرف الثاني الطرف الثاني عندي K تمام؟ الكي قلي هو معامل التوصيل التوصيل الحراري معامل التوصيل الحراري وحدته أنا من الوحدة أقدر أضل على بعض كيلوجرام في M دوامتر في ثانية سالب ثلاثة والسالب ثلاثة في K كلفة مش نحرار سالب واحد طيب هذه الوحدات أتبغى أجيبها الأبعاد أنا الأبعاد حيتكون كيلوجرام تمثلي M كابيتل وم متر طور تمثلي L وعنده الثانية الثانية الثالب ثلاثة أتبغى أجيبها M متر مثل لي L طيب هنا قل لي مساحة مقطع المساحة دائما طول في العرب يصير عندي A L تربية نوضح حين على جنب احنا هذه عشان تجي معانا أنا عندي يا إزاحة أو مسافة مقطع أو مكعب يعني يا R لو إزاحة أو X أي رمز أو A أو A أو V حجم أبعادها الأساسية أنا عندي الإزاحة مسافة فهي بس كده بعد واحد عندي المساحة المقطع دائما تكون طول بعرض عندي هذا الحجم دائما عندي طول في عرض الوث هذا بعرض يكون عندي حجم فكل واحدة بتفرق في البعد فيكون عندي المساحة العيدية أو المسافة وليس المساحة المسافة يكون عندي L بس بدون تربيع من شيء L و 1 يعني بعد واحد المساحة يكون L تربيع عشان طول بعرض المساحة الحجم ثلاثة بععد عشانه فنقول L في L تكعيب هذا مهم التفريق فيه يا شباب لازم توضع عندكم بمسح هذه اللي شرحته بس لو يكتبه ويصور الشاشة بمسح هذه اللي شرحته بس لو يكتبه ويصور الشاشة أو خليها لين ما نجيح نحن طيب جبنا L اللي هو التربيع عشانه قلنا مساحة طيب بعدا عند T T1 T2 اللي هو T1 T2 اللي هو حيكون T1 اللي هو T capital T2 لنفس الفكرة T2 T2 طيب عند الزمن T ملاش T1 هدي مو زمن درجة حرارة يكون T1 T2 تدرجة الحرارة كلفة و T2 اللي هو T2 الحرارة الثانية كمان كلفة طيب و عند T زمن الثانية T small بتساوي T capital لو الزمن و عند D هنا الفرقة يا شباب D مسافة هنا مو مساحة ولا حجم و عند T بتساوي اللي الحالة بدون تربيع أو تكعيب طيب شباب نعلن ذح نواء واضحة معاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف أكتبوا هذه لكي أمسحها بس لكي أتكفر و لكي أكملوا خطوات فأكتبوا هذه هذه شوف بس في خطأ بسيط هنا ينكتب T واحدة بس ما نكررها فهذه خطأ عشان هي أصلاً Delta T تنكتب مرة واحدة ما تذكر له طيب نكمل طيب نرجع بس نكتب القانوة عشان توضح عشان نذكر بس ما سألة فنقول K بساوي معامل التوصيل ومساحة المقطع T2 نقص T1 على T5D طيب نجد الحين اللي سوينا بشوي نجي نعوق فيه تمام أول شي الحد هذا ينزل عشان نحن بنقادم فالكب تنزل جفنا أبعادها اللي هو نحن بنقادم فالكب تنزل نحن بنقادم فالكب تنزل اللي جبت هنا شباب اللي هو M في L في T تكعيب في K-1 هذه K غير اللون بس عشان هذه K لحن بعدين A عندي اللي هو اللي هو التربيع بعدين اللي هو التربيع الثاني اللي أكل في بعدين عندي مساحة المقطع أو الزمن عليش اللي هو T-capital وانا عندي عارف انو القانون أصلا قللي D تحت تمام؟ فلو بنفس القانون حيكون كسر عشان ما بقى عادي مرة ثانية هنا حيكون هنا D اللي هو ال-capital بدون تربيع تمام؟ هذا في القانون بس عشان بقارن فأسان المقارنة علي أرفع هذا فوق بيصير عندي هنا إذا هذا نرفع فوق حيصير عندي L-1 يكون عندي L-1 طبعا انك هذي ال-A وهذي T وهذي T هذه T درجة حرارة T زمن هذه D إلى الآن شباب في أحد مواضح عنده نقطة معينة كيف عوضنا، كيف جبنا، الأبعاد عشان ذحان بس باقي إنها قارب بس أنا بعرف الين ذحين، اللي واضحة معكم لا اللي واضحة عندي أكتب واضحة عشان أعرف لكم ما هو شباب معاي اللي معاي يكتب، إذا واضحة عندي يكتب واضحة، ولما يواضح يكتب ما هي واضحة وبس لا، إيش اللي ما وابحت عندك، ما عندي مشكلة، الجزية اللي ما وابحت عندك يديني إياها يعني إحنا إيش سوين يا مشاري؟ البداية طلعنا أبعاد كل طرف وقارننا ببساطة إحنا موسيقى عندك طرف فمين وطرف يسار، بتقارن بينهم إذا مشارك إن شاء الله خلص المثال بس وأديك مثال بسيط عشان توضح عندك الفكرة بشكل عام يعني إذا مثلا قانون الحركة اللي أخدمكها بشوية والسرعة، أطبقه على نفس الخطوات ونتحققه من صحة تخلني خلص المثال على إن شاء الله موسيقى طيب نجد إحنا نقارن لازم عندي طرف اليمين الطرف اللي يسارل هو عندي M L تربيع T تربيع موس 2 لازم الطرف الثاني يساوي طيب نبدأ أول شيء وأن بدي يقوم عندي K-KELFEN موس 1 بتروح معه K-KELFEN تمام؟ بعدين عندي T تكعيب اللي هو ثلاثة شباب بس اكتبوا ثانيكم حشان باقي عشر دقائق بس ركزوا معاي في المثال بعدين افتبوا لسه في وقت بس شان نخلصوا شان ما باكم تشتدوا فالT تكعيب سالب ثلاثة هنا عندي T تكعيب وهنا عندي T1 فتصير T2 يبقى هنا T3 بثلاثة وهنا عندي L تربيل زي ما هي هنا عندي L تربيل زي ما هي ببقى هنا عندي L1 ببقى هنا عندي L1 ببقى صوت طيب طيب L عندي هنا L1 L2 L سالب 1 فهاي تروح مع هذي فبقى لي آخر شيء اللي هو M تنزل اللي هي هذي وهنا L سالب 2 عشان هنا L سالب 3 وهنا L سالب موجب 1 تلغي 1 فتصير T سالب 2 وهنا L تربيع تنزل L تربيع تنزل هذه اللغة اللغة كلها اللغة وهذا نفسه طلع يساوي في الأخير اللغة M في L تربيع T تربيع يعني في الأخير الطرف اليمين ساوى الطرف اليسار فيعني إن القانون صحيح لو فرق عندي أي جزية بسيطة بيختلف عندي القانون شباب في غير شاري ما بانت عنده الفكرة بالمثال هذا شباب خذ دقيقتين كذا أكتبوا المثال واللي ما كتب اسمه يكتب اسمه في الشات التحضير رح يكون على اللي كتب اسمه شان لسا كشوف مو عندي ولا شي فاللي حاضر كتب اسمه شاري خليك معايا بديك مثال بس بسيط شان توضع عندك الصورة معاك سات فضل نحن عندك قانون السرعة اللي هو قانون السرعة بشوي اللي هو السرعة X على T زي اللي أخذناك شوي تمام؟ فأنا بثبت إن القانون هذا صح كيف أثبته؟ أنا عندي معروف بأخذ الطرف اليمين والطرف اليسار الطرف اليسار L نحن جبنا وحداته إنه L بتساوي اللي هو الابعاد حقته اللي هو L capital تمام؟ على T أو إيوه على T بساوي الـ X عندي أنا أعرف إنه الـ X وحدة أساسية أبعادها بتساوي L capital والزمن عندي T فأنا هنا أثبت إنه القانون صح إنه الابعاد نفسها هنا ممكن تستغل إنه تحسه واضح القانون تقوله قاعد تكرر نفسه لشهد كنت عارفه أصلا أما في القانون هذا عشان موضوع شوي متشعب فبان عندك لخطة في الموضوع والطبيعي إذا القانون صح تحس إنه قاعد تكرر الخطوات اللي علمين قاعد تعيد علي صحي وضحت معاك مشاري أم لا لسه؟ أيو أيوة كمّل سيد فضل خلاص خلاص أم أعطيك العافز أشكر الله وضحت معاك هم شيء؟ إذا ما وضحت عادي إنه المحاضر الجاي أول محاضر إنه أخذ مثال علي لا وضحت وضحت أستاذ بس كان عندي أسأل على التطبيقات البداية الأولى بس مو ألا أنا إن شاء الله بس بعد ما أعيد عليه إن شاء الله راح أفهمها ويكون عندي أسألة ثانية اللي تقصد هي المتر والكيلو هذي أيوة هذي لسه إن شاء الله إذا فيه وقت نأخذها أنا ما أني مركز علىها كثير إذا أخذناها هاي وقت إن شاء الله ما يطلب تحويل حتى في مساء القوانين اللي جاء في القوانين الحركة وقوانين ما طالب تحويل بس ممكن نأخذها عشان تكون إنك تكون عارفها عشان بكرة إنك مشرف سلامة إن شاء الله حتشوف حتكون بيدك الوحدات ممكن تكون عندك عينات جداً صغيرة بالميكرو بالفيمتو بالسانتيمتر فتكون عارف طيب كنا أخذها من باب من باب هذا بس من التطبيقات في نفس الفيزياء في المناج ما رح نحول أي نفس الوحدات ستأخذها هي الحقيقة أستاذ انترسنج بدون حتى حضرتك تعرضها وعندي صورة منها بعد بنفس الدفتر اللي أنا حل عليه تمام الله يفيد تعرض شباب اللي ما كتب اسمه يلا تكتبه عشان خلاص ماوقي شيء شباب أعطيكم العافية ما قصرته وشكركم على التفاعل إن شاء الله كمان بكرة يكون محاضرة واحدة بسيطة بس وربك يسن إن شاء الله يلا شباب أعطيكم العافية الله يعافيك السعادة أكتب العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أقل